موسيقى هذه خيارات الفرنسي خيارات المدرب الجديد مع القطن الكاميروني اذا القطن الكاميروني بعد ان تدحرج من الابطال وجد نفسه في مواجهة المور في هذا الدور في الستاشر مكرر اذا بالدعوات بدعوات الملايين من ابناء السودان بدعوات المحبين في كل مكان بدعوات الحاضرين داخل هذا المرعب لابناء الكوك التونسي الذي يقف الآن على عتبة الانجاز على بعد خطوة واحدة تؤهل النمور الشنداوية تؤهل ابناء الشندي ابناء السودان ليحلقوا في الجروبستانج في الكونفيدرالية مع الكبيرين ومع الندين ومع الغريمين بعد ان كتبوا في حكاية التاهل بالامس من جنوب افريقيا ومن مالي كورة مع البدايات والنار مشتعلة على حدود الملعب ونريد النار داخل الملعب باقدام اللاعبين ان نمطر شباك القطن الكاميروني القطن الكاميروني في هذه الفترة في هذه اللحظات التي تعرضت فيها لضغوط كبيرة من جماهيره ومن الصحافة الكاميرونية يريد ان يعوّر ولكن ان شاء الله التعويد لا يكون على حساب اهل الشندي وان شاء الله القطن الكاميروني في منافسات اخرى تكون هذه هي النهاية في هذا الموسم محاولة البداية ومحاولة اهل الشندي للتغلب على بعض المصاعب غياب الاسماء فارس المصاب ايكي فرانسيس المصاب صدام الموقوف والنور التجاني الغائب باصابة طويلة اعير طبعا هذه المطبات هذه الاسماء لم تشارك مع النادي الاهل قريبا بسبب الغياب في الاصابة لكن اتمنى طبعا انه يتاهى الفريق الاهل الشندي وبعد ذلك نفتح ملف نفتح حكاية نقرأ ونكتب بمجموعات الكونفيدرالية السودانية ستكون مجموعة اشبه بمباريات الدوري الممتاز بالطعم الافريقي كنا بنقول الان من الكابتن من القائد الخبرة حمود بشير ولو انه في هذه المباراة عبد رزاك يعقوبو يتولى شارة الكابتن بازن المدرب الكوكي التهدئة مطوبة في البداية مع الحكم جيني السوكانزا الزامبي تم اسم العوب من جانب زكريا ناس يتقدم على الجهة اليسرى من جانب زكريا محاولة المرور لكن الكرة طالت بعد تدخل لجيم دانكومب والكرة تمر وتتحول لمصلحة القطن الكاميروني التفكير الان والتدرج الان والحكاية الان ان نسجل الهدف الاول لنرفع المعنويات لنحرك الجماهير لنمتع المشاهدين كورة مع باثيرو بامبا في وسط المرعب حول الكورة المسلم الطيب مسلم ارسال كورة امامية نادر الطيب والكورة عند حارس المرعب فوت جون جانج اللي يبدأ هذه المباراة بعد ان كان في غياب المباراة السابقة اذا في تحدي كبير لنمور شندي في مسؤولية كبيرة لابناء اهل شندي في هذه المرحلة كورة ما نقول الان مسلم الطيب يلعب الكورة ما باثيرو بامبا صغرت حكم المباراة جيسو كانزو الزامبي تمنح الخطأ لمصلحة نادر الاهلي كورة عايدة لحارس المرمى فوت جون جانج في شباك القطن الكاميروني حلج القطن ونسج القطن والحياكة والخياطة مطلوبة من المهاجمين نستبشر خير بعودة فريد بالمقدمة الهجومية وايضا بوجود نادر منتصر ايا اسماء نتوقع ان تقود اليوم النادي الاهلي بهذا الطابع الهجومي اللي بناه الكوكي صدق انه يلعب بثلاث مهاجمين يريد منذ البداية ان يشعل ولكن لا يغفر الدور الهجومي موسى عليو في اعتراض تكتيكي بزكاء يمنع تقدم اللعب الكامروني في محاولة الانطلاق لامامي جانب هامانت شاك واحد بالعناصر الخطيرة جدا شاهدناها في مباراة كاروة الكامرونية خطأ لمصلحة النري الاهلي على التنفيذ حمودة بشير خبرة السنين مع الازرق الهلالي خبرة الادغال واجه حمودة القطن الكامروني في دور الابطال مع الهلال وبالتالي يعرف تماما الكرة الكامرونية هنا تسديدة لكن تأتي خجولة وزاحفة مرت لحارس المرمى فوت جون جانج الحارس الكامروني كرة في صراع وفي محاولات وفي أيضا بدايات النادي الاهلي الاهلي الشندي سيسعى بكل تأكيد للهدف واضح الملامح من خلال تشكيلة الكوكي لكن في غمرة تفكيرنا من الهدف في غمرة التخطيط للوصول للشباك ما نقوله فقط بالنسبة الكوكي بالنسبة للاعبين الانتباه من الهدف العكسي بهذا الفارق بنتيجة الخصارة في قاورو بهدف يمكن أن نعود في أي لحظة فارق الهدف يعوض ولكن لا نفرد في أي هدف عكسي دفاعي خارج الملاعب كورة ملعوبة هامان جاك هامان جاك العنصر الذي يجب أن يحظى بالمراقبة والمتابعة والمشاهدة المباشرة للعبين خاصة المدافعين لأنه في ظل التشكيل في ظل الرسم أربعة تلاتة تلاتة تبقى الثقرات تكون موجودة كورة ملعوبة الآن للأمام من جانب القطن الكمروني عبد الرحمن الدعيع أمن الكورة لاعب كورة أمامية غياب صخرة دفاع صدام وبطالب أتمنى أيضا أن لا يؤثر على النادي الأهلي غيابات ظروف طبعا أحاطت للنادي الأهلي أهلي شندي في محاولة التعويض في محاولة مباراة الانتصار القطن الكمروني أيضا في تصريحات عبر المواقع الإلكترونية في تصريحات أيضا لهذا الفريق والعدد من اللاعبين في الفريق يريد أن يعوض ما فات ويعد الجماهير ولكن الجماهير إن شاء الله موعودة بالفرح من أبناء شندي ليغمر كل السودان ولأول مرة في تاريخ الوطن في تاريخ البلد الحبيب أن تكون ثلاث فرق تحلق في مجموعة واحدة في الكونفدرالية كرة بالرأس ملعوبة للأمام تمر في وسط المرعب مكتوعة من جنيه بوكان باكايا محاولة للتبادل يبدأ الخطن الكمروني البداية الأولى ليهاجم شوف في محاولة لقتل الحماس الذي قد يكون موجود من جانب النادي الأهلي ومن جانب أيضا الجماهير بمحاولة أن يلعب كرة هجومية آملا في أن يخطف الهدف الآن كرة في وسط الملعب باسيرو بامبا ينقل كرة لزكريا ناسيو الهدف صدمت ومرت وتحولت لرامية التماس رامية التماس مع الزكريا ناسيو الزكريا ماشي الكرة عبد الرزاق يعقوب ولكن الكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء أقرب لحارس المرمى فوجيو إنجاج القطن لخبر إفريقيا وخبر أيضا المنافسات وفي دور الأبطال أيضا تحديد القطن الكاميروني اللي وصل في إنجاز في النهاية مع نادي الأهلي يتمتع بالخبرة بالرغم أنه فقد بعض العناصر وتنقلت بعض العناصر من الفريق الكاميروني اللي استجلب عديد المحترفين خاصة من تشاد في أكثر من لاعب كان يحلق مع هذا الفريق الكاميروني لكن في هذه المباراة بصمود النادي الأهلي بعزيمة أبناء الشندي بعزيمة أبناء السودان في هذه المباراة قادرين قادرين كرة العمل الأمام عالية تمر لفوجو نقانج حارس المرمى حتى لا يترك في كل باردية دائما مفتح السود الكاميروني يحاول أن يلعب يحاول لا يتراجع في فاع وعلم تماما أنه الهدف وفاق الهدف ضعيف ويمكن النادي الأهلي يعود في أي لحظة مالك سحاق كل الأمال تكون موضوع اليوم كل الأمال وشوف الجينيد وشوف تحرك الجينيد المشجع المريخي المعروف مع كل أندية معروف الجينيد بوقفاته معروف في تشجيعه معروف بتنقله أيضا لفته رائعة وبارعة موجود في شندي مع النادي الأهلي وكل السودان اليوم مع أهلي شندي أهلي السودان هنا في هذه المباراة كرة ملعوبة للقطن الكاميروني وحاولات المرور من جانب فوجان انتباه مطلوب كرة عالية ملعوبة في منتقى الخطورة حاول هيئة كرة والتسديدة لكن عبد الرحمن الدعاية الكرة مرت من الدعاية تحولت لضربة ركنية القطن الكاميروني التنظيم الدفاعي العمل الدفاعي مطلوب وفي لحظات يجب أن يكون أكيد أمام القطن الكاميروني لماذا؟ لا نمنح القطن الكاميروني السيناريو هدف معاكس كرة ملعوبة للأمام عالية بالرأس تهيئت وتخلصت من جانب عبد الرزاك يعقوبه ملعوبة ترجع لحارس المرمى عبد الرحمن الدعاية عبد الرحمن في بداية المشوار يلعب كرة للأمام ملعوبة عالية كرة بالرأس مكتوعة من جانب لكسين بارا في وسط الملعب وكما كايا أيضا الكرة استضمت ورجعت للأمام حتى الآن الظهور الهجومي الفريد منتصر نادر التشكيل الهجومي الضغط الهجومي المطلوب لا يتم بالصورة المناسبة في الانتظار وفي الانتظار أكثر من ذلك الكوكي على الخط والكوكي اللي قدم تجارب ممتازة مع النادي الأهلي ننتظر منه حظ هذا الموسم بتأهل للكونفدرالية في مرحلة المجموعات كرة تمر لمصلحة نادي الآلي مع زكريا ناسيو زكريا على الجهة اليسرى زكريا على تنفيذ رمي التماس ملعوبة الكرة مباشرة لعبد رساك يعقوب ولكن أيضا ظهور المدرب روبارت بوفان المدرب الفرنسي اللي قدم لنادي قطن الكاميروني اللي يضع بعض البصمات بعد أن كانت المشدات عموما الفريق في وضعية كان صعبة في الكاميرون كان أحداث مؤسفة تدخلات ومحاولات كانت من الجماهير لاعتداء طبعا على هذا المدرب الفرنسي روبارت بوفان على اعتبار خلفية النتائج السيئة الي الفريق خروجه من دول الأبطال وأيضا اعتبرت الجماهير سلبية بالتقدم على النادي الأهلي في قاروة بهدف وبالتالي قد تكون المسألة فيها روح معاكسة تريد منها الصورة المغايرة وبالتالي نلعب بكل قوة ننتبه لكل تفاصيل من حرصنا لوجود النادي الأهلي في المجموعات إن شاء الله كرة مرت وتحول تيرامية تماز موسى ليو موجود في التشكيلة أدوار دفاعية طبعا لتغطية الغياب الدفاعي كرة ملعوبة في محاولة للمرور احتفاظ بالكرة من جانب عبد الرزاق يعقوبه محاولة المرور من جانب عبد الرزاق صافرة من الحكم جهد سوكانزا يحتسب الخطأ لمصلحة النادي الأهلي مع الزكريا ناسيو يلعب الكرة الزكريا عبد الرزاق يعقوبه على الجهة اليسرى عبد الرزاق في محاولة المرور ولكن كرة سيئة مرت تحولت لضربة مرمى مع فوت جونغان دربة مرمى للقطن الكاميروني كوتون قاروا سبور كرة مرعوبة عالية من جاريب حارس المرمى بالرأس ترجع من باثيرو بامبا مع فريد فريد اللاعب الموهوب اللي كان نجم مباراة سيمبا التنزاني لسجل الهدفين ننتظر منه الكثير في هذه المباراة أيضا وننتظر ظهور مشرف ونتمنى ألا يتعرض اللاعب من هذه الأهلي للإصابات لأنه كما ذكرت الإصابات أثرت فيه كثير من الغيابات وكثير من التغيير في التشكيل كرة إعادة للقطة الإصابة الأخيرة والاشتباك الأخير تمر الكرة وتتحول لرمية تمس خراج الكرة كامل جانب النادي الأهلي في ساح المجال طوينان على باثيرو بامبا الآن مع مسلم الطيب الموجود على الجهة اليمنى المدافع لأيمان للنادي الأهلي كرة ملعوبة لباثيرو بامبا بامبا يلعب كرة أمامية باثيرو بامبا بتجاه منتصر ربيع كرة ملعوبة مباشرة لجيم دا كوم جيم دا كوم يلعب كرة لإسماعيل بابا لكن أيضا التدخل والكرة مكتوعة تتحول لجيمي دان كوم فيليب لعب الوسط لسجل الهدف في قاروة كرة ملعوبة للأمام والتدخل موجود ملعوبة مباشرة لنادي الأهلي كرة اصطدمت وتحولت مباشرة لأيضا رمية تمس تمس مع مسلم الطيب من الجهة اليمنى الأهلاوية الجماهير محتشدة تماما في مرعب مدينة شندي تشجع بكل قوة كرة ملعوبة رجع من تانكوم ينقل كرة لجيمي محاولة للمرور من جانب قطل كاميرون يلعب كرة أمامية في منتقى الخطور اسماعيل بابا خلي بالك من اسماعيل كرة في منتقى الخطور يا الله يا الله الستار يا رب كرة في لقطة في هفوة انطلق فيها الهجوم الكاميروني ما يبحث عنه الفريق الكاميروني هذا السيناريو وهذه الصورة بالتالي لابد من انتباه مالك اسحاق وموسى عليو مسلم الطيب وأيضا زكريا ناثيو لا يكون التقدم على حساب الجبهة الهجومية أم من دفاعك نسعى للهدف الهدف ليس صعبا الهدف ليس مستحيلا يمكن ان نسجل في شباك القطن في كاميروني لكن فقط نمنع القطن الكاميروني من ان يسجل هدف هذه نقطة التحول الاساسية في هذه المباراة كورم العوب الأمام لها ما جعل العنصر الخطير جدا المراوغ في المقدم ومحاولة التقدم جانبها مان مان لحظناه تابعناه لعب مزعد جدا في قروة وبالتالي تغطية مطلوبة موسى عليو مخالفة لصالح النادي الأهلي خطأ على أمان جاك ذكريا ناسيو العب كورة أمامية ذكريا بالرأس كورة ملعوبة في وسط الملعب تمر لعبد رزاك يعقوبو بأثيره بمبا يلعب الكورة المسلم الطيب والمرور من فريد المحاولة وحكم البراد السكان زي احتبر المسألة عادية تعود للنادي الأهلي في الجبهة اليسرى تمريرات حمودة بشير ذكريا ناسيو لكن الكورة قصيرة ترجع محاولة لتدخل مرة وتحولت مباشرة لرمية تمس تمس مع ذكريا ناسيو ملعوبة الكورة بتجاه حمودة حمودة بشير كورة خاطئة ترجع من جديد لباثيرو بامبا يلعب الكورة حمودة بشير في تمريره امامية لنادي الطيب يعد حمودة محاولات من جانب النادي الأهلي يلعب الكورة لعبد الرزاق يعقوبو في محاولة وتغطية موجودة من تراوري افوسيني هنا المحاولة والمرور والتعطيل للاعب فريد محمد نجيب ربع الساعة الأول يمضي من سيناريو المباراة من أحداث المباراة التقدم غير موجود والتقدم هدف منشوت للنادي الأهلي وننتظره بكل تأكيد كورة ملعوبة أمامية يحزر من اسماعيل بابا ومن هامال جاك كورة ملعوبة أبعدت مباشرة من مسلم الطيب لرمي التماس رمي التماس لمصلحة القطر الكامروني عن طريق فلسجين من جديد التدخل والحكم يمنح البطاقة الصفراء لمسلم الطيب خطأ لمصلحة القطن الكامروني سينفس من الجبهة اليسرى بالنسبة للفريق الكامروني اليمنى لنادي الأهلي والخطأ موجود على مسلم الطيب والشد والمسك والبطاقة الصفراء صحيحة من غير داعي طبعا مسلم الطيب خطأ الآن كان الكابتن والقائد لاعب اليساري لفريق القطن الكامروني على تنفيذ هذه المخالفة من الخط الدفاعي أولا وأولا في هذه الملامح في هذه اللحظة وعلى الجماهير لا تهدى أن تشجع باستمرار كرة عالية عبد الرحمن الدعيع في لقطة فيها طبعا الصافرة وتسلل ضربة حرة غير مباشرة مع النادي الأهلي الكرة العالية الملعوبة من جانب بن زان كانا يرسل كرة أمامية دفاع مستميد من جانب خطن الكاميروني حتى الآن يمنع الهجمات الخطيرة من جانب لعبين لم نهدد تهديد حقيقي حتى هذه الدقائق عبد الرزاق يعقوب مالك اسحاق وسط المرعب يرسل كرة أمامية مالك اسحاق وفي طاق طيام الجانب الفريق الكاميروني ديكس سينم بالا حول كرة مباشرة لتكون رمية تماثل النادي الأهلي تماثل فريد يلعب الكرة فيها إرسال عالي حول مباشرة للقاميروني فريد محمد نجيب عيد أيضا من الصابة فريد كرة ملعوبة عالية بالرأس من جارب زكريا ناسيو نشي الكرة بوكام كايا ترجع الكرة اسماعيل بابا لكن زكريا ناسيو ممتاز مر الكرة نادرة طيب نادر يلعب مع فريد فريد يعلي الكرة ويخسر الكرة أمام الكاميرونية والانطلاق الآن بجانب بوكام كايا يحول الكرة لهامان جاك لا تترك لا تترك هامان جاك وحيد كرر هذا الكلام أكثر من مرة كرة ملعوبة هامان جاك والحمد لله نسدد بصورة ضعيف الكوكي الآن شاهد هامان جاك في قروة وشاهده تماما في هذا المراقبة اللصيقة لهذا اللاعب رقم تسعة أخطر العناصر في المقدمة الهجومية بجانب السريع اسماعيل بابا تمس مع مسلم الطيب على تنفيذ من الجبهة اليوم نيلعب الكرة مع حمودة بشير حمودة في تمرير أمامية خاطئة مقطوعة تتحول من القطن الكاميروني من جانب فيليس جين ترجع كرات عشوائية بالرأس منقولة الآن في وسط المرعب موسى عليو الموجود في الخطة الدفاعي لعب الارتكاز المعروف كرة تتحول لمنتصر الربيع منتصر الربيع انتظار أيضا بالظهور للهجوم منتصر ونادر وفريد أدوار منتظرة في هذه المباراة وفي أيضا محاولات التقدم خطأ محتسب لمصلحة النادي الأهلي حمودة بشير سيكون على التنفيذ على تنفيذ المخالفة لنادي الأهلي كرة ملعوبة عالية محاولة راسية وراسية كامرونية أتت بالدربة الركنية دربة الركنية وباسيرو بامبا اللي في الصورة حمودة بشير على التنفيذ كرة عالية ملعوبة راسية كانت من دفاع الكاميروني دفاع القطن الكاميروني محاولة لإرسال كرة الركنية الهدف جاء الهدف جاء الهدف جاء جاء للمور شندي أدف للشندوية فعلوها 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 باسيرو بامبا شوف الرسية الساروخية من المعتاد حمودة بشير والمتابعة المثالية لباسيرو بامبا الأهلي فعلها الأهلوية فعلوها لم يهددوا المرمى كثيرا لكن العبرة بالتدوين والعبرة بالتسجيل والعبرة بكتابة الهدف الأول لتتغير اللوحة في ملعب شندي وتتغير صورة الملعب أيضا في النقل المباشر وتتحول خانة الصفر لواحد مع الأهل الشندي ممتاز السيناريو جميل الحكاية وجميل القصة وجميل الإفداع أن تتقدم يا أهلي أن تتقدم يا أهلي وأن تنجز المطلوب كورة ملعوبة أمامية بالرأس ملعوبة قلت أمنوا الدفاع فقط الهدف يمكن أن يأتي الضربة الركنية المثالية الرأسية الساروخية من حمودة بشير والمتابعة الذكية من جانب باثير وبامبا كورة ملعوبة الآن عبد الرزاق يعقوبو الآن دفعة معنوية إلعب على روحك إلعب على شجاعتك على انطلاقك إضغط الجماهير الآن يمكن أن تهز هذا الملعب هز كورة مع الذكرية يلعب الكورة لمنتصر ربيع منتصر ربيع يمشي الكورة لنادرة طيب يخسر كورته نادر يخسر كورته نادر الآن الكورة تتحول موسع ليه والضغط مطلوب وما زلت أقول وأردن أمنوا الدفاع سيأتي الهدف وسيأتي الهدف الثاني كورة ملعوب الآن للقطن الكاميروني أمامي من جانب سانبوري أنتونغو كورة مرت لمالك إسحاك أشعل هدف المباراة أشعل المباراة يلا نادر التمرير هو منتصر ربيع يحاول المطاردة يحاول الملاحقة لكن الكورة من جانب سانبولا والرجل على أحصابه روبرت بوفان المغادرة لباريس فوت جون جانج يلعب كورة أمامية بالرأس مكتوعة مجانب سيرو بامبا المحاولة لحمود انتفض انتفض النمر الشنداوي في كورة الرائعة كورة محاولة للمرور مرت وتحولت درامية التماس هذا السيناريو الجميل الحلو في هذه المباراة حتى الآن هدف للأهل شندي عوضنا هدف كاروا الآن نبحث ياكوكي عن انتصار نبحث عن انتصار لا نريد أكثر من هدف لنتاهل خلاص نريد هدف وحيد لنتاهل لنكمل الصورة كورة ملعوبة للقطن الكاميروني الذي سيحاول ويحاول أنه ياخذ الهدف عن طريق هذا الأمان جاك يلعب قوة مالك إصحاك أمامك أمامك اللعب الخطير أمان جاك ممتاز مالك ممتاز الناجيري مالك إصحاك خلص الكورة ملعوبة أمامية فريد مرت الكورة من فريد حتى الآن المطلوب المطلوب بالتوازن الدفاعي الجيد أمام الدفاع القطن الكاميروني للتعويض أصلا القطن الكاميروني أمامه الضغط وإسماعيل بابا يبحث عن الخطأ إسماعيل الكورة تمر وتتحول في تمريره من جانب فلسجين بايسي لكن أيضا مع الكابتن عبد الرزاق يعقوب يرعب الكورة أمامية اتمررت جميلة متصر ربيع يلا نادر يلا نادر ترايا والتسلل تك تسلل على نادي الأهلي وعلى أيضا نادر الطيب المهاجم الأدوار المطلوبة والتكتيكات المطلوبة وخطط التوازن المطلوبة الكوكي الآن أنت في سيناريو جيد حتى هذه اللحظة نريد تكميل الصورة نريد الانتصار للأهلي ولمدينة شندي العريقة ولأهل شندي ولكل أهلنا في السودان الحبيب على القلوب فريق القطن الكاميروني باسمه التاريخي وأيضا بصفته كفريق دائما يحوز على بطولة الدول الكاميروني يشارك في أدوار متقدمة من الصحبة الوزن وبالتالي الانتصار له معنا ومرور الأهلي له أيضا معنا وألف معنا في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق الدقيقة 25 أهلي شندي يتقدم بهدف عن طريق بثيرو بامبا على القطن الكاميروني في هدف جاف دقيقة 21 في سيناريو جميل وفي سيناريو بيت كورة الآن ملعوب الأمام محاولة داخل منطقة الجزائر هامانت جاك يبقى نقطة إزعاج للفريق الأهلاوي ملعوبة الآن من عبدالزاك لزكريا ناسيو مرت الكورة فريد فريد محاولة التمرير والجانب فريد لكن أيضا الكورة مكتوعة من تراوري فوسيني مدافع القتل كاميروني والصافرة أتت بالجانب جين سوكانزو حكم المباراة الزامبي كورة الأهلي في هذا الملعب الأهلي في هذه المدينة قهر سنبا التنزاني من بعيد وعوض فارق الثلاثة هداف فقط الآن ننتظر هدف لا أكثر ولا أقل أقول لأنه المهم أن نصعد للمجموعات والهدف يحقق هذه الغاية كورة ملعوبة مالك إسحاق يرجع للطغط مسلم الطيب التمريرة لذكاريا ناسيو لا نريد تمريرات عرضية أمام منطقة الجزاء الآن انطلاق للأمام كورة ملعوبة من جانب فريق قطن الكاميروني عن طريق جيمي تانكوم والكورة مرت وتحولت لتكون رمي التمس جمع على التنفيذ يلعب الكورة كاميرونية مع باي سي محاولة للتمرير للأمام لبوكامبا كايا لكب أكطوع مجاري بنادي الأهلي وانطلاق أهلاوي والتمرير أهلاوي في المقدمة متصر ربيع في تداخل مع حارس المرمى فوديون جانك كورة ترجع من جديد منقولة على الجبهة اليسرى لكن أيضاً الكورة تمر وتتحول مباشرة لتكون كورة رمي التماس رمي التماس مع مسلم الطيب مسلم الطيب في التنفيذ على الجبهة اليمنى المدافع مدافع النادي الأهلي لشارك أيضاً من خلال شط أول في مباراة جاروة الكاميرونية كورة الآن ملعوبة غيب سامة عاوني غيب صدام في التشكيل كورة ملعوبة للقطن الكاميروني محاولة التمرير كورة مزدوجة ترجع مسعليو في التامين آخر مدافع يبقى في هذه التشكيل الكورة ملعوبة وتتحول مباشرة لرمي التماس للقطن الكاميروني تمس على التنفيذ إنزانا كانا ترجع بالكورة مع تروري فوسيني يعود لفوسيني يسعى الكورة أمامية بجني فوسيني بالرأس محاولة اللحاق بالكورة وموسى عليو في التقطيع تقطيع الدفاعية الانتباه الدفاعي وأيضاً الوقوف الدفاعي بصورة جيدة كورة ملعوبة بالرأس تمر وإبعاد الكورة من جانب زامبوريين زونغو والتغييرات تأتي مبكراً من جانب روبرت بوفان ما عنده حل الفرنسي الفرنسي مضغوط وسيظل إن شاء الله مضغوط حتى نهاية هذه المباراة كورة تمر وتتحول لمخالفة لمصلحة نادي الأهلي أهلي شندي اللي يتقدم الآن في هذه المباراة بكل روعة على الفريق القطن الكاميروني لم يذهب كثيراً كما قتل المرمى لكن المهم أنه في وصوله في انطلاقه في وصوله للمرمى استطاع أنه يحقق المطلوب والمطلوب هو هدف أول تقدمي الآن أشار ليونارد سينزل في التشكيل بالنسبة للقطن الكاميروني في تبديل يبدو مبكراً من جانب المدرب روبارت بوفان سيستنفيس كل حلوله ويخرج اللاعب المزعج اللاعب الخطير إسماعيل بابا رقم 11 في التشكيل بالنسبة للفريق الكاميروني الحمد لله نخرج إسماعيل كرة عالية ملعوبة عالية ومحاول فرصة سدد سدد اصطدمت اصطدمت الفرصة الثانية فرصة ضرب الأسد الكاميروني في معقل وخلص فرصة هدف ثاني أكيد بالنسبة للنادي الآلي بضيع كرة تمر الآن محاولة الانطلاق من جانب نادر الطيب ممتاز العزيمة والروح والكرة محاولة تبديل كرة مع منتصر ربيع لكن مقطوعة امسك هامان جاك امسك هامان جاك كرة في المتابعة مالك أسحاك في آخر لحظة الكرة أبعدت لا أدري كيف يهرب هذا الراجل لا أدري كيف يمر هذا المهاجم ليجد نفسه في مساحة حدثنا يا كابتن رشيد حدثنا يا كابتن طاهر في المراقبة فقط اللي تتعب العصاب أحيانا نريد التقدم نريد الانتصار نريد المرور للأهل الشندي ومنتصر ربيع يشكو الإصابة تمنى السلامة لكل أعبينا لكل أعبي النادي الأهلي لأنه الفريق في إصابات كفاية الفريق في إصابات قبل هذه المباراة بعد العودة بعد الرحلة المتعبة رحلة المطارات المتعددة اللي كانت للنادي الأهلي أهل الشندي في المباراة الأولى مع القط الكاميروني وفي أجواء مختلفة وفي أجواء أيضا متباينة وفي ارتفاع رطوبة عالية ودرجة حرارة أيضا لكن الكوكي استطاع أنه يعبر بالفارق الهدف القليل جدا والآن التعويض جاء الآن العمل يجب أن يكون منظم يجب أن يكون مرتب النادي الأهلي يبحث عن الهدف الثاني صحيح ولكن أولوية تماما أولوية أقول وأكرر وأعيد أن القط الكاميروني لا يسجل هدف لا يسجل القط الكاميروني في مرمانة بعد ذلك نلعب على الهدف الثاني وإن شاء الله الهدف الثاني سيأتي دربة ركنية ملعوبة عالية خطيرة عبد الرحمن الدعيع في كورة قام فيها زكريا ناسيو بتمويه خطير حاول أن يصل للكورة شوف زكريا ولكن لم يستطع الوصول وبالتالي شكلت خطورة على الدعيع عن عدم الرؤية في الكورة القادمة خطيرة وكورة ملعوبة مرت وتحولت بسلام إلى دربة مرم دربة مرمى مع عبد الرحمن الدعيع كما قلت في انتظار إنجاز تاريخي لهذا الفريق في انتظار إنجاز تاريخي يكتب للأهل الشندي لفريق الأرسنال الحاول وحاول واتهد ووصل لمرحلة متقدمة نريد غطف الثمار وتأكيد المجهود بالوصول إلى مرحلة متفردة مع رحلة المجموعات رامية التماس رامية التماس التي تكون مع النادي الآله زكريا ناس يلعب كورة ومحاولة رأسية فريد محمد الجيب يلعب الكورة زكريا زكريا يمر في مراوغه لا يحكس كورة لكن في متابعة أيضا من الدفاع الكامروني كورة أبعدت للأمان من سليمان وموسع تعود الكورة لباسيرو بامبا الكورة مرت وتحولت رمية تمس القطن الكاميروني تمس ملعوب سليمانو موسى في محاولة رأسية بجاني منتصر ربيع الكورة مع عبدالرزاق يعقوب عبدالرزاق مبتازا لتمريض الأمامية لكن في طغط أيضا من تراري فوسيني صدمت الكورة وتحولت مصعة القطن الكاميروني على حدود دقيقة خمسة وثلاثين شوت الأول النادي الأهلي يتقدم بهدف سجل بأثيرو بامبا كورة بالرس منعوبة أمامية فريد الآن في محاولة في تمريرة ممتازة بتجاهز زكريا ناسيو زكريا لعب كورة أمامية أقرب لفوتيون جانج حارس المرمى الكاميروني فريق اللعب مع الدولفين النجيري فريق القطن الكاميروني تجاوز المحطة نجيرية في مرحلة 32 دور الأبطال استضم بشونت تشالسي الغاني الفريق المتطور جدا في دور الأبطال وتأهل لمرحلة المجموعات بعد ذلك جاء لقاء فريق القطن الكاميروني مع الأهل الشندي بعد أن خرج من دور الأبطال ولعب 16 مكرر لان كورة ملعوبة في وسط الملعب نجيري بحمودة بشير حمودة بشير يلعب كورة على الجبهة اليوم محاولة انطلاق قطن الكاميروني حديث تأسيس في 86 لكنه في عهد قليل في سنوات قليلة بالدعم الكبير المتوفر لهذا الفريق استطاع أنه إنجازه وتأسيسه في إفريقيا كورة ملعوبة للأمام برأس مقطوعة محاولة تقدم لعب البديل الشاليونارد لعب يلعب على الجبهة اليسرى روبرت بوفان لتنشيط خط الجبهة اليسرى مع انزانا كان لبالتالي يفتح جبهات على نادي الأهل مليسار انزانا كان واشاليونارد وهامانجاك الموجود أصلا على الجبهة اليوم بجارب كورة ملعوبة الآن شوف الراجل تنقل من اليمين لليسار انتبه في هذه التدخلات انتبه في هذه الكرات كورة تمر مع عبد الرحمن الدعية عرب الكورة لزكريا الناثيو والكورة ملعوبة لمصلحة الأهل الشندي لكن مخطوفة أيضا كاميرونية محاولة تمرير الكورة البينية والتمرير في غياب الرأي انطلاق مجالب أشار يونار في محاولة ومتابعة مجالب الكورة تمر وتتحول لضرب الكنية الخطورة الكاميرونية أيضا تبقى قائمة أمام هذا الفريق كوتون جار واشوف المحاولة واللقطة والتداخل في هذه اللحظة كورة ملعوبة محاولة المرور مرور خطير خطير الكورة في الشبك الخارجي خطير الكورة استخدم فيها مهارة لعب بوكامبا كايا ومر على شوف اللقطة في الإعادة موه مر على زكريا ناسي وهذا التساهل لا يجب أن يكون في خط الدفاع التعامل أول بأول التعامل بحزم التعامل بكل قوة وبكل صلابة لا نريد تفريد في أي هفوة دفاعية لأنه فريق الكاميروني فريق يمتلك الحل الهجومي مع أكثر من اسم كرة مع عبد رحمن الدعيع عبد رحمن سيكون على تنفيذ رسال الكرة أمامية مباشرة من الملاحظات في هذه المباراة تلاحظ أنه التهديد ليس كثيرا لكن كما قلت لا يهم إلا أن سجل والكرة ملعوبة لكن فود جون جانج حارس المرمى استطاع أن يصل في تلقيت سليم ويحمي المرمى الكاميروني بالكرة الملعوبة من جانب عبد رزاق يعقوب كرة ملعوبة أمامية محاولات للتمرير تعود كرة الخلف لأهلي مطالب بالحذر دفاعيا والسعي هجوميا هذه هي الاستراتيجية الهدف الأول ما نحن ارتياح نفسي يجب أن نلعب على هذا العام الكرة ملعوبة الآن تتحول مسعليو يلعب كرة أمامية بالرأس مكتوعة منتصر ربيع منتصر ربيع في محاولة المرور يتحصل على المخالفة غياب مؤثر للجري إيكا فرانسيس في المقدمة الهجومية لاعب سريع لاعب ماكر لاعب هداف مع فريق النادي الأهلي هذه الظروف المحيطة بأهل الشندي كرة الآن ملعوبة لهامن جاك خليق قريب منها من جاك دائما يا مالك اسحاق الكرة الآن تمر وتتحول مباشرة لتكون رمي التماس رمي التماس القطن الكامروني مع جيمي دانكوم يلعب الكرة جيمي دانكوم في محاولة الآن التمريرة مباشرة لبوكايا والتغطية مجال مسلم الطيب بمبدأ السلام والإطمينان حول الكرة لتكون مباشرة ضربة ركنية للقطن الكامروني دربة ركنية كاميرونية مع سليمان وموسى سليمان وموسى علي كورا في منتهى الخطورة الدربات الرأسية محاولة الوصول استضام لعبين ببعض أيضا السلامات في اللقطة الماضية فريق النادي الأهلي الفريق اللي تقدم وانتصر على فيروفيارو ببداية مشواره الإفريقي استضم بفارغ كبير من سيمبا التنزاني في مباراة الدار السلام عاد وعوض بمعجزة كبيرة سجل ثلاث أهداف واستطاع أن يمر بركلات الترجيح الماراثونية في هذا الملعب تسعة مقابل تمانية أمام سيمبا تنزاني وبالتالي اقترب كثيرا من أنه يكتب إنجاز فريد في هذه البطولة لأول مرة في المشاركة لأول مرة للخروج في التمثيل الخارجي باسم الوطن فريق اللي وصل لدوري الممتاز ليس ليبقى في منطقة الظل ويحافظ على عدم الهبوط فريق استطاع أن يحتل المركز الرابع من أول موسم في الوصول إنجاز يحسب لأنادي الأهلي بكل تأكيد وهنا غابة الرحلية الكرة عيدت من الفريق الكاميروني وسدت في المرمى بدل أن يعيد الكرة عموما لا يهم هذه التفاصيل ولا نريد أن نحتاج على اللاعب سدد الكرة مرة الكرة المهم أن الأهلي سجل هدف والمهم أن نهدأ في هذه المباراة وهذا ربما ما يقول سامعة طلمانين في هذه اللقطة في أن خلاص المسألة اللعب بروح رياضية خلاص لن نعلم في هذا الملعب ولن ندرس في هذا الملعب ننصرف إلى ما هو أهم نحرص على لاعبين من البطاقات صفراء نحرص على وجود التماسك لفريقنا عدم انشغال بأي هدف إلا تسجيل هدف وإخراج القطن الكاميروني من هذه البطولة كرة ملعوبة صدمت وتحولت مباشرة لتكون رمي التماس رمي التماس مع زاناكار قطن الكاميروني قائد الفريق مزاناكار كان الأكثر تقدم في المباراة السابقة على الجبهات خاصة الجبهة اليسرى دائما تحفز في هذه المباراة بتوجيهات من روبرت بوفان كرة ملعوبة أمامية محاولة التمرير مجال منتصر ربيع حمودة بشير احتفاظ بالكرة في مساحة ضيقة جدا وسط غابة من السيقان الكرة الآن ملعوبة محاولة المرور تعود لأهل الشندي ملعوبة لحمودة بشير لا تقدم يكون ممتاز لا تسرع في التمرير كرة في زيادة عددية كان يمكن يتحول النادي الأهلي لفرصة هجومية أيضا مقطوعة من جانب الفريق الكاميروني تعود في وسط الملعب الصفرة الزامبية تشير بالخطأ لمصرحة القطنة الكاميروني كرة ملعوبة في وسط الملعب التمرير من جانب تراوري فوسيني يلعب تراوري فوسيني ما زامبو صونغو طوع النادي الأهلي لفرصة دميرة الأمامية وحسير التكتيكي من جانب المدافع سمانو موسى كرة ملعوبة لبوكامبا كايا يعود لحارس المرمى فوت جينو وانكانغ حارس المرمى لقتل كاميروني ارسال كرة أمامية تعود بالرأس من زكريا ناسيو نادر الطيب يفقد الكرة نادر فعالية نادر ومنتصر ربيع ليس المطلوبة في الخطر الهجومي حتى الآن كرة ملعوبة مالك اسحاك في التامين في التقطية في المتابعة للكرة ويحول الكرة لرمية تماس رمية تماس والدقيقة أربعين وتقدم لأهل إشندي بالهدف الأول لباثيرو بامبا في دقيقة 21 رمية تماس للقطن الكاميروني على الجبهة اليوم يلعب كرة مع كسة عالية خروج لعبد الرحمن الدعيع عبد الرحمن الدعيع والتسلل والتسلل أيضا محتسب على القطن الكاميروني في محاولات الاختلاب من الأهداف المنشودة فريق مطلوب منه تماما التدرج مع الأهداف التدرج والحفاظ على التوازن في مباراة صعبة لا نقول سهل أبدا أمام فريق متمرس فريق القطن الكاميروني الآن سليمان موسى يحاول انطلاق في تنويع مراكز هذه مراحظة أيضا قطن الكاميروني أكثر من اسم سليمان موسى أشهر ليونارد الذي نزل مع هامان جاك يتحرك على اليمين على يسار في تبادل مراكز في تبادل تحركات في المركزية في الهجوم محاولة لإرباك دفاع الندي الأهلي وشغل المراغبة اللصيقة التي يجب أن تتم على كل اللاعبين الآن باثيرو بامبا مع الكورة باثيرو محاولة التمرير يلعب الكورة لموسى عليه موسى عليه من الوسط من اللاعب الوسط الارتكاز لأخذ المدافع لأن في المباراة صدق المسلمة الآن مدافع على الوقت الأصلي الشوت الأول شوت النادي الأهلي بالتفوق بهدف زكريا ناثيو الآن مع الكورة رمية التماسة أهلوية يلعب كورة بالرس من جانب عبد الرزاق يعقوبه لكن تمر الكورة وتتحول لفوجو أنقع كورة ملعوبة إرسال أمامي عالي من جانب حاس المرمو فوجو أنجاق والرسية من جانب بصير وبامبا صاحب الهدف الوحيد حمودة بشير خطأ لمصلحة النادي الأهلي خطأ للنادي الأهلي في وسط الملعب حمودة بشير في انتظار أيضا الأوراق أيضا عبر الشوت الثاني بالنسبة للكوكي مباراة فيها الحسابات مطلوبة جماهير بكل تأكيد الحاضرة والسعيدة والتي تريد أن تفرح بالإنجاز لإله الإنشاء الله جميعا نبارك وصوله للمجموعات مع ختام الشوط الثاني لأنه أمر هام بعد أن تأهل العملة قال ويكون من العبو من جانبه سيرو بامبا يلا نطلق ما في راية ما في راية في راية في راية في راية نادر الطيب في لحظة مرور في لحظة قتل الفريق الكاميروني مع نهاية الشوت الأول لكن الكورة طبعا راية والتسلل مرفوعة من جانبه سعد الحكم الثاني موسيس بلادي الحكم الزامبي جين سوران وأرنت سيمون وأيضا برنات شابال بعد هذه الأسماء المشاهدين الكرام نشوف في للمشاهد نصف 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 بالتأكيد شوت ثاني يكون إن شاء الله لتأكيد الانتصار وتأكيد العبور إلى ذلك الحين أجمل تحية أتمنى لكم عودة لكابتن رشيد كابتن طاهر في السيديو التحليق نصف 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 النادي الأهلي فقط 45 دقيقة لنكمل الصورة الزاهية لنكتب بهذه البطولة ونتفاء الخير كثير أن وجود الثلاثة فرق السودانية في الكونفدرالية إن شاء الله نتعشن في اتنين في المربع الذهبي لأن هذا هو القانون أن يمر الأول والثاني وبعد ذلك يتقابل في النهاية ليكون النهاية السوداني إفريقي عبر الكونفدراليشن كوب في هذا الموسم إن شاء الله في تفاول كبير وفي شعور كبير بأن في هذا الموسم في هذه البطولة بهذا التواجد نستطيع أن نكسب كاس البطولة لأحد فرقنا السودانية لا نميز بين فريق نتمنى أن يكون الإنجاز السوداني ولكل محب أن يشجع ناديه وأن يتمنى لفريقه والمهم عندنا بصورة عامة في هذا الوسط الإعلامي أن يكون الإنجاز السوداني وأن يكون لنادي سوداني ليكتب كما كتب النادي رياضي سفاقسي ثلاثة ألقاب والنجم الساحل ثلاثة والشبيب تلقبائل ثلاثة هذه الفرق الكبيرة القطن الكاميروني ينطلق في محاولة أولى اخطاء الدفاع لابد أن تكون سوية تمامة من جانب الكوكي في محاولة تامين الخط الدفاع والانطلاق الأمام حمودة بشير القلب النابد يلعب كرة أمامية في المقدمة الهجومية فعالية نادر وفريد يجب أن تزيد يلا فريد يلا فريد محاولة انطلاقة فريد يدخل مدخل الجزاء محاولة المراوغة والحصول على الفرصة فريد مدال يحتفز بالكورة ولكن الكورة مرت فكر في ركلة الجزاء فكر في ركلة الجزاء وفكرنا في ركلة الجزاء لكل مدافع زكي والكورة مرت وتحولت لدربة ركنية مع انطلاقة أولى هدف ثاني كان سيكون السيناريو الأمسل السيناريو الأفضل السيناريو الأحلى والأجمل والأكمل بالنسبة للنادي الأهلي دربة ركنية تصل ربيع أيضا ظهور مطلوب رأسية مكتوعة من جاني بليكس سيننبالا ترجع لمسلم الطيب يرفع الكورة مسلم عالية عالية وعنده حارس المرمى فوتجو أينقاك بدايات شوط أول كان النادي الأهلي لم يهدد المرمى كثيرا وصل في مناسبات محدودة واستطاع أنه يصل من الدربة الركنية الأهم وسجل الهدف الأول الآن نريد من نادي الأهلي أن يصل لشباك القطن الكاميروني يكفينا أقول بكل صراحة يكفينا هدف لنمر لنعبر لنفرح لتنطلق الأفراح كما انطلقت بالأمس في ليالي السودان الرياضية كورة الآن تمر وتتحول لرمية تمس في الانطلاق كان حمودة بشير في تدخل وفي إعاقة واضحة جدا من جانب فلسطين بايسي المباراة تستمر والاهتمامات والمتابعات من الجميع في شندي المضيافة لهذه المباراة كورة ملعوبة عالية الرئاسية يا جميل يا فنان يا ببدع دربت ضربة القادية ولع الملعب وشتعل ولعت مدينة شندي وشتعلت في ملعب شندي هدف الفرح الأول جاء في الشوت الأول وهدف الفرح الثاني مع بداية الثاني آه يا معلم بالرأس لغة عبره يفجر شلالات الفرح ينثر دولة الإبداع الأهل الشندي يمر بخطى ثابتة للأمام هي الرأسية هي الرأسية هي الهدف اللوحة الهدف اللوحة الذي سيكتب ويسجل ويصم ويدون في دواوين الاتحاد الأفريقي هدف عبر الزاكي يعقوبو بدأها البالي باثيرو بامبا كملها الغاني يعقوبو الأهل عشر على عشر الأهل في هذه المباراة الأهم أن نوصل والأهم أن نسجل يلا بعد ذلك الأمور واضحة بالنسبة للكوكي وبالنسبة لفرسانة القتال سيستمر القتال سيستمر يوقفوا أمان شاك يوقفوا هذا المهاجب يوقفوا محاولة تقدم للأمام ينطلق مع القطن الكاميروني والكورة والمتابعة للأخطاب والمحبين والرجل الذي وقف كثيرا بجانب النادي الأهلي صلاح دريس الموجود في المقصورة إذن بكل تأكيد في هذه الأسناء كل أبناء شندي وكل أقطاب شندي وكل الذين التفوا حول هذا الفريق بالتأكيد سعداء وبالتأكيد ينتظرون الفرح ينتظرون الفرح إلى فريد يلا فريد الانطلاق من جانب فريد والمتابعة من زان كانا انت زان كانا فريد يبسك بالكورة يرجع للخلف في تمريرات منحونا أمل كبير منحونا فرحة كبيرة منحونا رؤية جميلة مع بداية الشوط الانطلاقة حلوة والمرور والمرور سجل اوه لو سجلت الثالث اوه لو فعلت الثالث اوه لو جبت هذا الهدف لكان روبارت بوفان روبارت بوفان قد حجز التسكرة مباشرة من السودان لباريس فرنسا اوه افي كورة ضاعت افي كورة ضاعت في لقطة ضاعت الملعب مشتعل في الخارج ومشتعل شوف الكورة شوف عبد الرزاق يحقوبو شوف نجم الشباك في هذه المباراة سدد كورة الحارس كان في توقيت سليم فوتشون جانج الكامروني بالتأكيد سيناريو جميل وبالتأكيد سيناريو فرح سلامات لكل لعبين سلامات لكل لعبين مالك اسحاق او مالك موجود لا في الاصابة في التدخل في اللقطات هذا ربما يشكل بعض الازعاج للكوكي لانه الاهلي اللي يلعب في ظروف قائرة اللي يلعب بغياب فارس ويكي فرانسيس وصدام والنور التجاني وسامن موجود خارجا في انتظار هذا الرجل في لحظة مرور في لحظة عبور هدفك جميل هدفك جميل زي طلتك في هذه الكورة انت المبدع وانت الملحن وانت الفنان في هدف تخصصي في شباك فوت جو انغانج رمي التمس ملعوب الكورة في محاولة القطن الكاميروني الانت سيرمي بكل الاسلحة العبوا على ضبط الدفاع واضربوا في المرتدة القاضية هذا السيناريو هذا الطريق يا كوكي الراية والتسلل وين تهرب وين تهرب راية تسلل تسلل في اللقطة الماضية ان هذه الاهلي بالتأكيد يقترب ان هذه الاهلي بالتأكيد يمر بسيناريو مثاله الكورة ماليها امان لذلك يجب ان نعمل الف حساب للقطة الكاميروني ونلعب على توازن مطلوب لتحقيق الهدف المنشوط كورة ملعوبة للامام كورة تحولت للنادي الاهلي تمررت زكريا ناس يؤلعب الكورة امامية عبدالرزاق يعقوب ومحاولة الانطلاق مجرب عبدالرزاق صراع خطأ يحتسب للقطة الكاميروني كوتن جاروا الفريق الكاميروني الكبير من البطولة الافريقية بالسيناريو الجميل بالسيناريو حلو الاهلي شندي رمي التماس ركز يا مسلم ركز في الدفاع والتركيز مطلوب كورة بمحاولة المرور ترجع في وسط الملعب من جانب بوكامباكايا يرجع الحرس المرمى فوت جيني يضغط على فوت جيني يلعب الكورة امامية فوت جيني بالرأس مكتوعة من جديد كورة رأسية تجد الاهلوية الاهلوية حضرين كورة ملعوبة بالرأس من مسلم الطيب لا تنازل لا تراجع يلعب كورة باتجاه نادر لكن مرت الكورة مرت الكورة الان في وسط الملعب في وسط الملعب ومحاولة للانطلاق يلعب كورة امامية لو كنت مكان الكوكي ولو كنت اقف على بنك الاحتياطين والعب في هذه المباراة وصلنا لهذه النتيجة اسحب مهاجم عندك منتصر ربيع وعندك نادر الطيب وفريد محمد الجيب من خلال الاداء اقول منتصر ربيع ويدفع بلاعب في الوسط لتعزيز الدور لتعزيز الدور إلعب بمهاجمين أنا نحول تكتيكك هذا هو الرأي البسيط والمتواضع ولكن لك الكلمة أنت تبدع الكوكي مع النادي الاهلي أنت تقدم في الفنو مع النادي الاهلي أنت تقدم النادي الاهلي بصورة جميلة وجيدة وتقترب كثيرا كثيرا من التحليق لأول مرة في تاريخ إنجاز وفي تاريخ إعجاز شوف الجماهير موجودة سعيدة من الداخل ولكن بعض التخوف من اللحظات وبالتالي تشوف على أحصابه الأحصابه اللي يمسك يده واللي يمسك على رأسه والكرة الآن ملعوبة ومحاولة من جنب نادر يلعب الكرة نادر لكن مرت مرت وتحولت عالم السودان عالم الوطن في أعلى نقطة بجانب عالم الأهلوية الشهدوية في هذه المباراة كرة ملعوبة تحولت على الجبهة اليمنى انطلاق من جنب لعب سليمان وموسى وسط الملعب محاولة تقدم الكرة مختوفة بالرأس مختوفة بالرأس تلعب السير وبامبا يلعب الكرة بتجاه عبد الرزاق يعقوبه يعقوبه مع الكرة ماشي كرة نادر والانطلاق من جنب عبد الرزاق يعقوبه نادر الطيب لعبد الرزاق الآن يعقوبه يرفع كرة بتجاه فريد فريد يلعب الكرة والكرة في تمرير لكن مكتوعة للفريق الكاميروني شوف في أداء في روح مالك إسحاق بامتياز يلعب الكرة مع حمودة بشير حمودة بشير اخرج تتسلل والتسلل في لاعب مصاب مالك إسحاق ما زالت الكرة ما زالت الكرة والكرة ابعدت من جنب فريد ومالك إسحاق المدافع النجيري في هذه المباراة تعرض الإصابة في التدخل الأخير أول عشر دقائق في هذه المباراة عبر الشوت الثاني بعد أن أكملنا الأول والنتيجة تنين للأهلي دون الرد للقطن الكاميروني كرة تعود لإنزان كانع يرسل كرة أمامية السيطرة وكرة ملعوبة مباشرة للأمام من جانب نادي الأهلي تصل لحارس المرمى فوت يون جانج حارس مرمى القطن الكاميروني يلعب الكرة أمامية من حارس المرمى مباشرة بالرأس مكتوعة من جانب موسى عليو ترجع كرة رأسية أيضا في محاولة للسيطرة على الكرة نقلات من كل فريق تمريرات من كل فريق الكرة الآن تتحول لرمية تماس الدقائق المنتظرة في غاية الأهمية في غاية الأهمية الأهمية التاريخية يعني بعد هذا المجهود لا نريد أبدا تفريط بعد هذا الأداء وبعد هذه المرحلة وبعد هذا السيناريو الجميل كرة الآن مكتوعة من جانب منتصر ربيع منتصر ربيع يخسر الكرة تحولت من جانب زكريا ناسيو يلعب ويحول كرة فريد لنادر في محاولة للوصول للكرة الرأسية من جانب نادر لكن رجعت تحارس المرمى الفوديو انقاق رسال الكرة أمامية كاميرونية محاولة الاستحواز بجانب الفريق الكاميروني يلعب كرة الأمام مسلم الطيب أول بأول إبعاد الكرة بجانب منطقة الجزاء إرسال الكرة أمامية تمر الكرة باتجاه اللعب لكسين إمبالا إمبالا يمر الكرة كاميرونية أمامية آمان جاك آمان جاك باثيرو بامبا في الضغط ممتاز وفي الاستخلاص يلعب الكرة زكريا ناسيو بالرأس ترجع من جديد والصافرة موجودة والبطاقة الصفراء مباشرة لآمان جاك وعلامات النصر تأتيك من أعلى مناطق موجودة في ملعب استاد شندي في احتفالية ستكون تاريخية إذا كان الوصول وإذا كتب الوصول وإذا دون الوصول وإن شاء الله يكون الوصول شوف الكرة وشوف اللقطة الماضية لح تجفيها بصورة قوية لعب آمان جاك وبتالي نال مباشرة البطاقة الصفراء خطأ ملعوب من جانب مالك إسحاق يرسل الكرة أمامية مالك بالرأس مكتوعة من جانب دفاع الكاميروني تعود الكرة داخل منطقة الجزاء فريد يصار على الكرة أقرب لحالس المرمى فوت جون جانج التمرير مباشرة وبداية الهجمة لن ينتظر بعد ذلك سيكون الوقت عامل حاسم على إزعاج الفريق الكاميروني محاولات لتقدم محاولات للمراوق احتفاظ بالكرة من جانب لعب بوكمان كايا يرسل الكرة لآمان جاك أو هذا آشا ليونار آشا يرعف كرة في منتال خطورة مسلم الطيب في المتابعة الطيبة حول الكرة مباشرة لتكون ضربة ركنية ضربة ركنية خلي بالك من الكرات وفي انتظار اوراقك يا كوكي وفي انتظار اوراقك وبدلاك كرة ملعوبة للأمام محاولة راسية لكن ممتازة لبعاد الانطلاق الآن في عكس الهجمة سريعة نادر نادر في التقدم نادر الطيب يلعب كرة محاولة لتقدم لكن في تدخل من جانب المدافع جيمي دان كوم ترجع الكرة اهلوية مدام الاستحواز ومدام التمرير المضمون من قدم لقدم نؤمن هذه النتيجة نؤمن هذه النتيجة من غير تسرع من غير تفريط لنصل للانجاز وللعجاز كرة ملعوبة الان ملعوبة كاميرونية في منتقى الخطورة للينارد عاش زكريا ناثيو اذا كان التقدم يجب ان يكون التراجع والتامين سريعا الان التبادل مع موسى عليو لزكريا ناسيو يلعب كرة عبد رزاق يعقوب الكرة راجع بعد تدخل كاميروني مرت وتحولت لرمية تماث ربع الساعة الأول في الشوط الثاني يمضي كرة كاميرونية ملعوبة من جيمي داكو محاولة التقدم والتدخل الخطأ لمصلحة الفريق الكاميروني فريق القطن الكاميروني تتحول كرة على الجبهة اليمنى في محاولة للمرور وتسديد من بعيد لكن موسى عليو في تغطية بلعب كرة باتجاه عبد رزاق يعقوبو خراج الكرة السليم التحول السليم لانطلاق الهجوم نادر الطيب في تدخل مع جاب نزان كان كرة مرت وتحولت بعد الاستضام في اللقطة الماضية تدخل من جاب نادر الطيب وانزان كان تدخل كان قوي جدا من إنزان كان لكن التهدي امطوب يا مالك نهدي الاوضاع ونرتب الاوضاع فريق النادي الاهلي الان متفوق والان هو الواصل ليكمل الفرق المنتصرة الفرق التي عبرت الفرق التي دونت وكتبت الاسم التاريخي بكل تأكيد بداها الأحمر السوداني وانتصر وتاهل أمام البلاك اللي بارت إذن الأزرق السوداني كمل الصورة مساء على السيركي الباماكو بانتصار في مالي بعد ذلك جاءت المفاجآت جوج ليبا المالي الطاحب النادي الافريقي والودات تاهل على حساب أكاديمية أمادو ديالو النادي المكراسي مع الملعب المالي تاهل الملعب المالي بنتيجة تعادل وليبار الكنغو في هذه البطولة استطاع أن يخرج النادي المغربي الفاسي شوف الاشتعال وشوف الاشتعال وحماس الجماهير إذن فرق تاهلت في انتظار فقط الأهل شندي وإما انتر كلوب لنغولي أو ديناموز الزيمبابوي لتكون الصورة ولتكون الرؤية ولتحدد بعد ذلك المجموعات في هذه البطولة قد يكون طبعا والسيناريو أن المجموعة السودانية للأزرق للأحمر للأهلوية وبجانب الأقرب انتر كلوب أمام ديناموز زيمبابوي بعد ذلك تكون المجموعة المقابلة في حسابات الوداد المرعب المالي ليبار في مجموعة فيها أيضا الجليبيا المالي في هذه المجموعة غياب البطل المغرب الفاسي غياب الفريق العنيد القوي الفريق التونسي ولذلك لا أقول أنه فقط ننتظر غياب الفرق الكبيرة ولكن نحن أمام فرصة تاريخية لنسجل إنجاز تاريخي خلي بالك هذا للأندية السودانية دون تمييز ودون ألوان نصل للمباراة النهائية وبعد ذلك من يسجل من يدون من يكتب الكاس نقول ألف ألف مبروك وبارك الله فيك وكتر ألف خيرك أنت حققت الإنجاز باسم السودان افرح مع جماهرك ما شئت إذن أن يكمل أهل الصور بالصعود بعد ذلك نجلس ونفكر ونتأمل وننتظر المجموعات بفريقين في النهائي فريقين في المربع الزهبي فريقين في المباراة النهائية للكونفدريشن كامل كل الباب للمتفائلين كل الباب لالحالمين والمتأملين ولا مجال للمتشائمين ولي ينظرون لأفال الحسن خطأ الآن وبدأت المشاحنات فريق القطن الكاميروني طبعا يستعجل اللحظات يريد أن يعوض ما فات ولكن إن شاء الله هيهات هيهات الآن مخالفة في وضعية قد تكون خطيرة أمام مرمى عبد الرحمن الدعيع في لحظات المباراة وفي لحظات الدقائق وحدود الدقيق 20 التقدم أهلاوي بهدفين ركز على هذه النتيجة هي الكافية للعبور هي الكافية للمرور هي الكافية ليكون النادي الأهلي موجود في بطولة ال اتحاد الأفريقي في مرحلة المجموعة تسديد قد يأتي كاميروني قطن الكاميروني في هذه المخالفة خلي باننا لانه دقائق حتى نهاية الصافرة ستكون مباراة أعصاب بكل تأكيد مدام الفارق في هذه اللحظة هو فارق الهدف والهدف خارج الأرض يكون صعب لكن نريد التامين وإن شاء الله الشباك سليمة وإن شاء الله الدعوات للنادي الأهلي ليكملوا الصورة هامان جاك سدت كورة هامان جاك استدمت ومرت لتتحول دربة ركنية للقطن الكاميروني كورة استدمت ومرت وتحولت مباشرة لتكون دربة ركنية ملعوبة ولكن باسيرو بامبا استغلال تمام لطولة الفارع العودة لكورايد الخطيرة عبد الرحمن دعاية خلي بالك الالتقاط من جانب عبد الرحمن الحارس المتميز مع النادي الأهلي في خلال المشوار الماضي في البطولة الإفريقية كملوا المشوار كملوا الصورة كملوا التاهل إن شاء الله لفريق سوداني الثالث سيحلق في الكنفدرالية كرة ملعوبة للأمام بالرأس أو بالقدم تعود كاميروني للجبهة اليوم ناشى اليونار محاولات التقدم بلعب كورا في منتأل خطورة الراية موجودة الراية موجودة وعبد الرحمن الدعاية أيضا موجود في لحظات في محاولات التقدم من جانب الفريق الكاميروني فريق القطن الكاميروني ضربة حرة غير مباشرة نتيجة تتسلل عبد الرحمن الدعاية على التنفيذ كورا ملعوبة مباشرة من جانب عبد الرحمن سيلكورا أمامية ومحاولة للمرور لكن دانكوم استخلاص الكورا يلعب كورا تدخل من جانب الفريق كورا في وسط الملعب الآن انطلاق من جانب الفريق الكاميروني في مظاهر تهديد مسلم الطيب فقد التوازن كورا خطيرة خطيرة لكن في في صافرة في راية في اللقطة الماضية تسلل أيضا وعبد الرحمن الدعاية على أرضية الملعب سلامات لكل لعبين سلامات للاعبين في هذه المباراة وإن شاء الله التاهل إن شاء الله المرور بعد هذه المرحلة المباراة رقم ستة بالنسبة لنادي الأهلي في المشوار الإفريقي أدى خمس مباريات سابقة انتصر في ثلاث مباريات خسر مباريتين لم يتعادل النادي الأهلي في مشواره في هذه البطولة الإفريقية سجل ستة أهداف في شباك الخصوم واستطاع أن يكتب الانتصار ثلاث مرات استقبلت شباك وكما سأذكر أربعة أهداف قطن الكاميروني لدى خمسة مباريات أربعة في الأبطال ومباراة في الكوفيدرالية هذه المباراة رقم ستة بالنسبة لقطن الكاميروني سطاع أنه ينتصر في مباريتين وتعادل في مباراة وحيدة خسر مباريتين وإن شاء الله تكون الخصارة الثالثة سجل أربعة أهداف استقبلت شباك أربعة أهداف قبل هذه المباراة الآن هدفين ستة أهداف وفي انتظار النهاية السعيدة بدأ الرحلة هذا القطن الكاميروني مع العني دولفين أنيجيري بالخصارة 2-1 طبعا لمصلحة دولفين أنيجيري لكن استطاع القطن الكاميروني التعويض والانتصار بهدف كفل الفارق لتأخذ القطن الكاميروني دعايا كان بالسلامة إرسال كرة أمامية كرة ملعوبة للنادي الأهلي عالية في محاولة للتقدم للأمام مازال نفس الرسم التكتيك الاحتفاظ بثلاثة مهاجمين ثلاثة في خط الوسط وأيضا أربعة مدافعين تدخل من جانب مالك إسحاق رامي التماس لمصحة القطن الكاميروني على الجبهة اليمنى التراجع من جانب نادر في أدوار أيضا دفاعية لكل اللاعبين محاول لتمرير الكرة لكن عند محمد وعند عبد الرحمن الدعية في اللقطة الماضية تربك صراحة الكرات لطمور على دفاع الكرات الملعوب القطن الكاميروني لأنه لحظات حاسمة لا نريد أبدا لا نريد أن نشاهد الهدف العكسي نتمنى فقط الانتصار وحلاوة وحلاوة الانتصار والمرور والعبور للأمام كل مرة وتحولت الآن لرمية التماس البدلاء والانتظار والأسماء الموجودة مع الكوكي نعيم محمد عثمان عروى إبراهيم وليد حمدان مهيد خالد مجيد فاروق عصام عبد رحيم إذن أسماء المتاحة للخيارات أمام الكوكي لبدأ إعداده مع النادي لاهل إعداد جاد بمعسكر في تونس قام في مباريات مع فرق كبيرة جدا وصدامات كبيرة استداء صفات منها النادي الاهل الاستفادة كبيرة استفادة قصوى بكل تأكيد كورة الآن تتحول على الجبهة اليمنى تمر مباشرة تتحول لرمية التماس رمية التماس كل ما كانت المباراة والكورة في مناطق أبعد من مناطق دفاعنا ومرمانا يكون أفضل وأحسن طبعا الجماهير تشجع والجماهير سعيدة والجماهير إن شاء الله سعيدة حتى نهاية هذه المباراة يكوننا ملعوبة عالية من جاري منتصر ربيع تحولت من منتصر ربيع لتمر دربة مرمى لمساعة قطن الكاميروني فاتشون قانك على تنفيذ الدربة الركنية فريق الكاميروني يفكر أيضا بالتبديلات لعب الخبير أيضا ماديرا انفودو كرة بالرأس ملعوبة استحواز من جانب عبدالرزاق يعقوب يلعب الكرة أمامية لكن مرت تحولت لرامية تماث تماث للقطن الكاميروني ملعوب الكرة راجع للخلف المطاردة من جاري منتصر ربيع في المقدمة الهجومية رسال كرة أمامية بالرأس وتمرير كاميرونية تقطيع من جانب زكريا ناسيو المتابعة الدفاعية اللصيقة مطلوبة عبد الرحمن الدعيع في التامين على الكرة كورة كورة ملعوبة عالية تمر صراع من جاري منتصر ربيع محاول القتال على الكورة تتمحول بصافرة حكم المباراة جينسو كانزا زامبي لمصلحة النادي الأهلي في التدخل والدفع والمخالفة الواضحة تماما على جيمي دانكوم الآن التبديل ماديلان فوتو يدخل لعب الوسط المهاجم ماديلان فوتو ويسحب المدافع تامبوري أوزونغو إذن نية واضحة طبعا بكل تأكيد للمدرب روبارت بوفان يشارك بلعب وسط مهاجم ويخرج مدافع صريح ليعتبد في الدقائق المتبقي على ثلاث مدافعين آملا الاندفاع للأمام كرة ملعوبة عالية ملعوبة ولكن عند سيطرة حالس المرمى فوجون يانج كرة بتمر وسط المرعب سليمانو رجعت الكرة لمسلم الطيب كرة ملعوبة الفريد محاولات من جالب نادر الطيب يخسر كورته أيضا نادر الكرة ترجع وانزان كان ليصيب في المشاركة في الكرة الراسية يلعب أيضا مصاب قائد فريق قطن الكاميروني كرة تتحول زان كان مع الكرة محاولة للمرور فريد محمد الجيب ولكن في خطأ كان محتسب على منتصر ربيع وحكم المباراة جين سوكانزا يتجه ليطبئين على نادر نادر طيب يشكو الإصابة مرحلة بتكيد هامل عادة للقطة والتدخل بالفعل بالفعل تسديد الكرة بكل قوة واصطدم بقدم المدافع انزان كان في المحاولة الماضية الرأي الآن مرفوعة والقادم في الرحظات سنشاهد في التبديل هذه عادة من جهة أخرى إذا تسديد انزان كان استضمت مباشرة بوجه نادر الطيب سلامات لنادر الطيب خلاص الآن الأوراق ورمى بكل الأسلحة ينزل خلاص كل الأوراق أمام روبرت بوفان لكن إن شاء الله الصمود نمور شندي نمور الأهلي في هذه المباراة يكون حتى نهاية الصافر المتصر ربيع في محاولة لترويد الكرة لكن الكرة مرت ومكتوعة مجانب أدفاع الكاميروني القطن الكاميروني كرة ملعوبة للأمام ومحاولة لتمرير كرة زكية لكن بوكاما كايا اللي كان في تمرير كرة مكتوعة في المتابعة دفاعين من مالك إسحاق ترجع كرة في وسط الملعب محاولة انطلاق من جانب من جانب قطن الكاميروني صدمت الكرة على يد باثير وبامبا لأن ملعوبة من جانب مديلان فوتو قطن الكاميروني بدأ في مسألة التحرك محاولة لتقدم والتمرير ولكن الانتباه مطلوب مرة نصف الساعة في هذه المباراة عبر الشوت الثاني الان الان كرة ملعوبة عالية ومحاولة ولكن سيطرة من جانب عبد الرحمن الدعيع الان تأتي التبديلات تأتي التبديلات للفريق الاهلي وليد حمدان يستعد للنزول كرة ملعوبة عالية ومرة تحولت لرمية تمس تتحول لرمية تمس لمصلحة قطن الكاميروني ملعوبة ترجع للخلف التمريرات للقطن الكاميروني سحب مهاجم سيكون الخيار بكل تأكيد بالنسبة الكوكي في اللحظات القادمة كرة ملعوبة أمامية من جانب جي بوكاس يلعب الكرة لمغيلا فوتو ولكن أيضا الكرة مرت وتحولت لرمية تمس رمية تمس لمصلحة النادي الأهلي مع مسلم الطيب كل ينظر للدقائق وللحظات وللثواني في هذه المباراة بكل تأكيد كلما اقتربنا من لحظات الحس تغيير والتبديل الآن نريد أن نرى على الصورة بالنسبة للنادي الأهلي أهلي الشندي في المباراة رقم ستة المباراة الأهمة في التاريخ وفي الإنجاز منتصر ربيع عموما أحاديث مستمرة من جانب لاعبي قطن الكاميروني طبعا يستعجلون الوقت والوقت يمضي في مصلحة النادي الأهلي تغيير وتبديل سليم إن كان خروج اللاعب الموجود في أرضية الملعب منتصر ربيع ونزول وليد حمدان هذا ما قلنا مع بداية الشوط الثاني خاصة بعد إحراز الهدف الثاني يتطلب المسألة سحب مهاجم ودفع بلاعب وسط مدافع بوليد حمدان للمشاركة وبالفعل النادر نادر يغادر وينزل وليد حمدان سحب مهاجم ووجود لعب الوسط المدافع الآن الكوكي يتجه لحص المباراة يتجه لحص النقاط وإن شاء الله أن ينال بطاقة تتاهل هذا بكل تأكيد الأهم في هذه المباراة رمية تمس رمية تمس للنادي الأهلي بطاقة صفراء لمنتصر ربيع حكم المباراة يمنع منتصر ربيع البطاقة الصفراء عموما أحيانا طبعا يعتقد الحكم بالدعاء الإصابة خاصة في هذه الوضعيات إذا كان فريق متفوق الانتصار في مصلحته خراج القطن الكاميروني أمر كبير وهام جدا وتاريخي بالنسبة لنادي الأهلي خاصة مع هذه المرحلة أن هذه المباراة تنقل الأهلوية مباشرة لمرحلة المجموعات كرة تمر وتتحول لمصلحة قطن الكاميروني تصر ربيع تصر النزول كرة ملعوبة وليت حمدان مع أول كرة كرة مرت محاولة تسجيدة من بعيد لكن مرت بسلام من اللاعب أشليونارد لسدت بالقدم اليسرى كرة عالية مرت مباشرة وتحولت ضربة مرمى 35 دقيقة شوت الثاني 10 دقائق على الوقت الرسمي في هذه المباراة عبر الشوت الثاني تفصيلنا من صافلة الزامبي جين سوكانزا أن إدارة المباراة بشكل جيد عمل مطلوب لغطف الثمار والمجهود كرة ملعوبة وتصر بيع ينقل كرة الفريد ولكن فريد متسلل هدف ثالث سيكون يعني بداية الفرح الجميل اللي إن شاء الله سيستمر وإن شاء الله سينطلق في هذا الملعب بعد صافلة الحكم الزامبي كرة ملعوبة عبد رزاق يعقوب محاولة للانطلاق ومحاولة للتقدم لكن مكتوعة ترجع من جانب قطن الكاميروني إرسال كرة أمامية خلي بالك خلي بالك كل الأمال الآن وكل التطلعات أن يكون الدفاع بامتياز كبير وفي أيضا توقيتات سليمة وفي أيضا كل 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 الانتباه المطلوب هذا هو الشكل إن شاء الله الذي سيكون عليه أنادي الأهلي حتى النهاية محاولة للمرور جانب الفريق قطن الكاميروني والكرة مرت مالك اسحاق غط على الكرة أمام فلس جين فايسي كرة مرت وتحولت تماما لضربة مرمى مع كل كرة مع كل نقلة مع كل دقيقة ننظر ونتطلع وننتظر الأهلي شندي يقترب من كتابة التاريخ كرة الأمام ملعوبة رأسية محاولة ترجع في الاستضام الكرة الآن تمر لزكريا ناسيو عبد رزاق يعقوب في لحظات فيها الخبرة أيضا تظهر أن تلعب الكرة بتمهل وأن تلعب الكرة من زميل نقل الكرة من قدم لقدم أخذ المساحة أخذ الوقت تلعب الكرة تستحوز على الكرة تمنع بالتالي الفريق الباحث عن الكرة والباحث عن الانطلاق من الوصول للكرة كلما وجد القط الكاميروني محاولة سيندفع ليس عنده ما يخسر الآن هو يريد أن يلعب للأمام ليسجل عبد رزاق يعقوب عبد رزاق مع الكرة يعقوب يلعب الكرة الزكريا ناسيو ينطلق زكريا على طريق جبهة اليسرى يتدخل المدافع والكرة استضمت تحاولة ديرامية التماس لمصلحة القط الكاميروني احتسب الحكم خطأ على زكريا ناسيو كرة ملعوبة للأمام ومحاولات من جانب القط الكاميروني إيقاف أول بأول التدخل بكل قوة مطلوب يا كوكي مطلوب يا كوكي لحظات لحظات وكلما اقتربت من الأربعين كلما أصبحت المسألة في غاية الصعوبة في المحاولة الأخيرة طبعا الكوكي على أعصاب الجماهير في الملعب على أعصاب المشاهدين المتتبعين لقناة الشروق الآن في الانتظار كرة ملعوبة عبدالرزاك يعقوب مرت وتحولت قطن الكاميروني في محاولات ستستمر حتى نهاية هذه المباراة هذا أكيد لكن يجب أن نوقف القطن الكاميروني ومن غير أخطاء عبدالرزاك يعقوب يلعب الكرة منتصر ربيع يخسر كرة منتصر محاولة الآن لقطن الكاميروني مسلم الطيب الكرة من جانب مالك إسحاق يعليها مالك إسحاق والتدخل من جانب عبدالرزاك يعقوب لتراجع للتأمين الدفاعي بالجبهة اليسرى مع زكريا ناسيو كرة مع عبدالرزاك يعقوب زكريا ناسيو يلعب كرة أمامية بالرأس محاولة ترجع كاميرونية عن طريق بوكاما للأمام لكسينينبالا رجوع من جديد محاولات ومطاردة مستمرة بامتياز من جارب منتصر ربيع في ظهور بروح جميلة في اللحظات الماضية مالك إسحاق تفادى الركنية تفادى الركنية الكرة مرت وتحولت لضربة ركنية عروة إبراهيم الآن عروة إبراهيم الأسلحة الأوراق كل الكروت يا كوكي الهدف المنشود الهدف المعلوم والهدف الواضح أمامك الآن أوقف القطن الكاميروني تصل للمجموعات إنزان كان يلعب كرة عالية ومحاولة راسية مكتوعة من جانب دفاع النادي الأهلي ترجع على الجبهة اليمنى في محاولة خطيرة الكرة مرت بسلام مرت بسلام وتحولت لرمي التماس لصالح الأهلوية لصالح نمور شندي عرو إبراهيم يستعد للنزول في هذه المباراة مباراة الملحمة ضد القطن الكاميروني في هذا الملعب ملعب شندي منتصر ربيع أيضاً تفكير سليم من جانب الكوكي تفكير سليم من الكوكي شوف القطن الكاميروني خلاص الأعصاب منفلتة تراوري فوسيني تراوري فوسيني في انزعاج في لحظات توتر الأهلي هو الأقرب والأهلي هو الذي ينتظر والأهلي إن شاء الله هو الذي سينتصر منتصر ربيع وعرو إبراهيم لأن تركيز يا شباب خلاص آخر خمس دقائق آخر خمس دقائق وأصعب خمس دقائق وأطول خمس دقائق على مدينة شندي في تاريخ الرياضي كرة على دائرة السنتر ملعوبة للأمام تدخل من جانب موسى عليو لا تفريط ولا تهاون كرة ملعوبة استضمت محاولة شوف الأقدام والكرات التي ترعب والكرات التي تخوف داخل منطقة الجزاء رمية التماس أو الحكم منح تماما رمية التماس مع الأهل شندي زكريا ناسيو يلعب كرة أمامية تحولت للأمام وإرسال كرة في مكان مناسب لكن خروج حارس المرمى قيامه بدور الليبرو عورو أبراهيم في محاولة المطاردة الكرة تتحول لرمية التماس للأهلوية الدقيقة 42 شوت الثاني الأهل قريب الأهل قريب وشندي قريبة والسودان أيضا قريب من التاهل في هذه اللحظات في هذه المباراة الصعبة زكريا ناسيو رعب الكرة بالرأس عالية والحارس فوجيري فوجيري حارس المرمى كرة صعبة لحظات صعبة تتوه فيها كل المعطيات في هذه الدقائق الحاسمة التدخل باسيرو بامبا لكن مرور مرور أخذ أفضلية حاول ولكن التدخل والتغطية والدعيع إبعاد الكرة مباشرة للأمام بعد تدخل وليد حمدان هورو إبراهيم الآن في دور المطاردة وإيقاف الدفاع والعودة للتمركز السليم عمل بكل تأكيد مطلوب كرة الآن في وسط المرعب لكوتون جارو أسبور مرعوبة أمامية في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة يا ستار يا ستار الدعيع بعيد يا الله كرة توقف القلوب يا كوكي توقف القلوب يا كوكي كرة صعبة الآن المنجد التدخل لخطن الكاميروني في هذه المباراة الكرة مرت وتحولت لرمي التماس رمي التماس ركز في بعاد الكرة استحوذ الكرة ألعب على الأطراف ألعب على الأطراف الدعيع في لحظة الدعيع في لقطة الدعيع في خروج الكرة كانت في منتهى الخطور جين سوكانزا الآن جين سوكانزا الزنبي في لحظات صعبة عصيبة في هذه المباراة هل يشندي على بواب التاريخ تلاحظ أنه مباراة كرة ممكن تلعب بالأعصاب شوفها ما جاء في انطلاق وخروج للدعيع يا الله يا ستار من هذه الكرة يا ستار من هذه الكرة مجاهد فاروق الآن كل الأوراق وكل الأسلحة وكل الترسنات الدفاعية لإيقاف القطن الكاميروني عبد الرحمن الدعيع الدعيع في الخروج الآن كمل المشوار يا دعيع كمل المشوار يا دعيع كمل المشوار خلاص دقائق خلاص لحظات خلاص ثواني للفرح لنكتب الانتصار حمودة يشجع ومالك إسحاق يشجع وأنا أقول لك كمل يا دعيع كمل يا دعيع تحامل على الإصابة يا دعيع على الشد العضلي وفي لحظات وفي كل يعني الكلمات تهرب صراحة أمام هذا الإنجاز المنتظر لنادي الأهلي في هذه المباراة في مباراة أمام فريق كبير عنده تاريخه عنده اسمه القطن الكاميروني الآن على حدود دقيقة 45 كم سيضيف جين سوكانزا لا أدري كم سيضيف حكم المباراة ولكنها لحظات ستمر عصيبة وستمر صعيبة وستمر بكل تأكيد تكاد توقف القلوب وترفع الضغط والسكري الكورة ملعوبة الآن للأمام وصافرة من حكم اللقاء التغيير التبديل يا حكم نعم الآن يدخل اللاعب مجاهد فروق مجاهد فروق ينزل في أرضية المرعب تغييرات التكتيكات تغييرات استهلاك بعد الثواني فريد فريد يغادر والبطاقة الصفراء لا يهم إن انتصرنا إن مررنا الهدف السامي الهدف الأهم بالنسبة لنادي الأهلي الأهلي شندي شوف اللاعب الكاميرون أخرج فريد أخرج فريد خلاص كلها خطوات وكلها لحظات والكورة ستمر ثلاث دقائق مضافة ثلاث دقائق مضافة مجاهد فاروق سينزل مجاهد فاروق سينزل مكان فريد محمد نجيب في لحظات عصيبة لا أستطيع أنا أصف طبعا وأتصور مشاعر كلها للسودان الآن في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق كورة أمامية تابع الكورة أم من الكورة مسلم الكورة مرت وتحولت لتكون ضربة مرمى مع عبد الرحمن الدعيع ضربة مرمى مع عبد الرحمن الدعيع إذن في اللحظات هدفين مسجلين هدفين مسجلين والهدفين حلوين والكورة في انتظار صافرة من الزنبي السوكنزا الهدف الأول طبعا كما تبعت باثيرو بامبا والثاني عبد الرزاكي عقوبو هذه الأهداف للانتصار وللتدوين وللتاريخ آخر دقيقة الله آخر دقيقة يا شباب آخر دقيقة يا فرسان الكورة ترجع الكورة ترجع أمن حمودة أمن بالخبرة يلعب كورة للأمام مطاردة من عروة إبراهيم مطاردة من مزاحمة ممكن لا تتراجع في هذه الأسناء في هذه اللحظات الكورة الصعبة والنقلات الصعبة والانطلاقات الصعبة الأهل على بعد أمتار لحظات خطوات من التاريخ أمن الكورة أمن الكورة آخر 25 ثانية في صافرة هذا الحكم تدخل أمامك يا سيد الحكم وبكل قوة وبالقدم والمحاولة الآن واللقطة في الإعادة حمودة بشير بالخبرة وبلحظات الخبرة وهنا التدخل والتشابك فيها زكاء أيضا من حمودة بشير المهم ننتظر لها تأتي الصافرة مشاهدي الكرام متابع الشروق في كل مكان مباشرة من ملعب استاد شنديش كيد الانتصار وتأكيد العبور إلى ذلك الحين أجمل تحية أتمنى لكم عودة لكابتن رشيد كابتن طاهر في السيديو التحليم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة